التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي في العاصمة السعودية الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى اليمن وأكد عضو مجلس القيادة أن ميليشيا الحوثي أفشلت مشاورات مسقط حول ملف الأسرى والمعتقلين في سياق هروبها من تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات الإنسانية شيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على تأزيم الوضع وتأجيز الصراع في مختلف الجبهات ووقف اللقاء أمام اقتطاف واحتجاز ميليشيا الحوثي لموظفي السفارات والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها كما تطرق اللقاء إلى التهديدات الحوثية للملاحة الدولية تنفيذا لأجندات إيرانية تعمل على استخدام هذه الأعمال كورقة ضغط على المجتمع الدولي ولفت عضو مجلس القيادة إلى أن الحوثي لم يلتزم بخارطة الطريق وتهرب من الالتزامات السياسية والاقتصادية بضرب المنشآت النفطية ومنع تصدير النفط والتصعيد في البحر الأحمر وتقسيم البلاد اقتصادياً